ناخد أمثلة على إيجاد النقاط الحرجة وتحديد فترات التزايد والتناقص وعند هذه النقاط الحرجة هل يحدث قيم عظمة وصغلة فالمثال يقول أوجد النقاط الحرجة دي أول حاجة يبقى دي رقم واحد أن أنا أجيب النقاط الحرجة اتنين فترات التزايد والتناقص تلاتة حدد إذا كان يحدث عند هذه النقاط قيم قصوى اللي هي عظمة وصغلة يبقى أنا عندي السؤال فيه تلات نقاط نحددهم في كل مسألة أول مسألة عندي F of X بتساوي X نقص 2 كل تربية في XZ1 عشان أجيب النقاط الحرجة لازم أول حاجة أعملها أن أنا أجيب المشتقة فنأخذ مع بعض كده يبقى الف داش تساوي ده حاصل ضرب دلتين هقولي الأولى اللي هي X نقص 2 تربية في مشتقة التانية اللي هي بواحد زاد التانية اللي هي X زاد واحد في مشتقة الأولى يبقى هنزل لتنين أول في X نقص 2 أس واحد في مشتقة ما بداخل قص اللي هو بواحد طيب أنا ممكن أخذ من هنا القص ده مشترك يبقى X نقص 2 وافتح قص تاني لما أخذت X نقص 2 مشترك هنا تربية حيتفضل ل X نقص 2 لما أخذت من هنا X نقص 2 مشترك تفضل ل 2 X زاد 2 فلاقي اللي 2 دي تروح مع اللي 2 دي يتفضل لي 3X في X نقص 2 دي المشتقة ايه؟ دي المشتقة الأولى أخذ المشتقة الأولى وسويها بصفر ألاقي إن يأما القص الأول يساوي 0 يأما القص الثاني يساوي 0 طيب القص الأول اللي هو 3X يساوي 0 أو الX نقص 2 تساوي كام 0 ده يبقى الX تساوي 0 أو الX بتساوي كام 2 دي المطلوب الأول اللي هي النقاط الحرجة طيب أعايز أعرف النقاط الحرجة دي لما أحطاه على خط الأعداد اللي هو يبتدي من سالب مالا نهاية إلى مالا نهاية حيقسم لي هذه الفترة للثلاث فترات أو هذا الخط للثلاث فترات فترة من سالب مالا نهاية إلى الصفر فترة من الصفر لاثنين وفترة من اثنين إلى مالا نهاية طيب عايزة أحدد إشارة المشتقة الأولى في هذه الفترات مجابة ولا سالبة فعمل إيه؟ أخذ نقطة هنا وليكن الواحد وعوض في المشتقة ثلاثة في واحد بثلاثة طب واحد ناقص اثنين بسالب واحد سالب واحد في ثلاثة بسالب واحد يبقى الفترة دي سالب طيب بعد الاثنين وليكن ناخد الثلاثة الاربع الخمس أي حاجة ناخد ثلاثة لعوض ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثلاثة ناقص اثنين واحد واحد في تسعة بموجب تسعة يبقى الفترة دي موجابة لو عوضت بسالب واحد سالب واحد في ثلاثة بسالب ثلاثة سالب واحد وسالب اثنين يبقى سالب ثلاثة سالب ثلاثة في سالب ثلاثة بموجب يبقى الفترة هنا ايه؟ موجابة اش معنى اخترت الارقام دي بس؟ لا اختر ايه ارقام تاني بس أما حاجة تكون موجودة فين؟ هو الفترة طالما دي مجابة المشتقة إشاراتها مجابة يبقى هنا دي فترة مين تزايد هنا فترة تناقص من سالب منها لصفر فترة مين تزايد تلاحظ بقى معاي تزايد بعد كده تناقص يبقى هنا مين هنا تناقص بعد كده يبقى صغرى لانها تبقى عاملة كده تطلع وتنزل يبقى في هنا عزمة طيب نزلت اهه بعد ما نزلت رجعت يبقى هنا مين يبقى هنا صغرى يبقى انا كده حددت النقطة الحرجة فترات تزايد وتناقص وهل يوجد قيم عظمة وصغرى لا نشوف المثال اللي بعد كده بيقول لي f of x بتساوي x تكعيب ناقص 12x بس خلي بالك على الفترة من سالب 1 ل3 بس فهنعمل ايه اول حاجة نجيب المشتق f dash تساوي x تكعيب تبقى 3x تربيع ناقص 12x مشتقات او كام 12 اساوي الكلام ده بالصفر واسم على 3 يؤدي الى يبقى x تربيع ناقص 4 هتساوي صفر اودى x تربيع الناحية التانية يبقى x تربيع تساوي 4 لما اخد الجزر تبقى x بتاعت بتساوي كام بتساوي اما ناقص 2 اما مجب كام 2 سؤال هل ده ينتمي للفترة من سالب 1 ل3 اه لتنين تنتمج لكن السالب 2 لا تنتمج يبقى انا عندي كم نقطة حرجة نقطة حرجة وحيدة اليمين اللي هي تنين اقوم راسم خط الاعداد بس انا من خط الاعداد ما يهميش غير من سالب 1 لكام لتلات يبقى هنا سالب 1 وهنا 3 فين الاتنين الاتنين هي مثلا يبقى استمتلي الخط بتاع الفترة من سالب 1 لفترة 2 فترة من سالب 1 الاتنين والفترة التنية من الاتنين لكام لتلات طيب عايز اشوف اشارة المشتقة بتاعتي ها مجابة ولا سالبة المشتقة الالاء هي طيب لو انا خطت هنا بين السالب 1 والاتنين ممكن اخذ الصفر فلو عطت عن اكس بصفر يبقى صفر تربية بصفر في ثلاثة بصفر ناقص 12 تبقى هنا ايه سالبة طب هنا هتلاقي مجابة يعني مثلا لو خط لو خط بعد الاتنين مثلا سبعة على الثلاثة سبعة على الثلاثة هنا سبعة تربية تسعة واربعين على تسعة فالتلاتة هتروح مع التسعة تضلك تسعة واربعين على تلاتة ناقص ستة وتلاتين على تلاتة فهتلاقي ايه مجابة طب مجابة يعني فترة تزايد ناقصها يبقى فترة ايه سالبة يبقى فترة مين تناقص يبقى فترة التزايد بتاعتك هي الفترة المفتوحة من اتنين الى تلاتة وفترة التناقص بتاعتي هي الفترة المفتوحة من سالب واحد لكام لاتنين طيب هنا تناقص بعد كده تجاري يبقى اكيد دهيمين صغرى يبقى اكيد ده صغرى